تدعم النساء المرشحات في الالكشن كما رأينا من خلال الورشة التي تم عقدها الآن بشراك مع منبر المرأة لأربع أيام متتالية تهدف الورشة إلى تهيئة المناخ وتعريف المشاركات بأهم حقوقهم كمرشحة هنا في المنطقة متعي بمجموعة مسلحة ويهددوا فيه إرض الشخص هذا اللي يركب إنه هو ميركبش السندات متعي الآن شاهدنا بعد السيدات يهاجموا بالسلاح على سبيل المثال توقف حملاتهم وأيضا في الفيسبوك اللي هو بيعتبر واحدة من أشهر الطرق على سلسة المرأة تعمل الدعاية الانتخابية لها وهي الفيسبوك بواجهه أيضا انتقادات الآن المرأة والسيدات الموجودات الآن يسموا من خلال انتماءاتهم أو هناك اثهام باطل أو استخدم بعض الايديولييات في اللحظة دية على أساس تخصي النساء من المشارك وأنا بفتكر في حاجة خطيرة جدا لأنه في النهاية العملية الديمغرافية أينما أنتمي أينما أكون لها الحق في المشاركة المهم جدا أنه أنتم تقردنا يعني الصمت بحد ذاته مشكلة فاللي في عنده أنتم ناخبين في الأول وأسوأ من هاي كمان ديكم مرشخين يعني أنتم عندكم حملين وفي الوقت نفسه عندكم حقين حق الناخب وحق المرشخ يعني كيف الواحد بيحل المشكلة هدية يعني بعد ما ترجط في الليل وتنط الصبح تلقى وجهك من شوه ولا مزوجينه ولا مكسرينه مش معقولة يعني المرأة الحمد لله أصبحت على الدرجات الأولى من السنة وقبلت كونها تكون في مواقع صناع القرار هاي الآن في البلاديات في البرنامان السابق في أسياف الدستور والآن في السنوة وكلما المرأة أبقعت وأعطت واحترمت نفسها واحترمت أخرون ستكون المرأة الفير أعلى بالله وهذه النظرة لن تغييرها إلا المرأة باحترام يعني نفسها والجميع اشتركوا في القناة